موسيقى عام فلسطين اجرام اسرائيلي يعكس الارباك الداخلي امام شعب فلسطيني كل فرد فيه مقاوم وامام مقاومة كل الجبهات لديها واحدة معادلات كرستها الفصائل في مواجهة عدوان جلب الصواريخ الى قلب المستوطنات مجموعات مقاومة تشكلت وتوسعت وفي الضفة خصوصا نشطت فاربكت الاحتلال واقلقته بجيشه ومستوطنيه فدائيون اثبتوا ان فلسطين كلها ساحة اشتباك واحدة وحولهم بيئة حاضنة وشعوب عربية داعمة تحبط في كل مناسبة مخططات المروجين للتطبيع واللاهثين وراءه امام صلابة اصحاب الارض والقضية داخل اسرائيلي متأزم حكومة خارجة من دوامة انتخابات ربما لم تنتهي بعد وتبحث عن اوراق للتغطية على انقسامات واخفاقات وملفات فساد بالجملة رئيسها المحاصر بتظاهرات الشارع يجهد للتوفيق بين شركاء الداخل وحلفاء الخارج والمعارضة ترى فيه وفي اجراءاته تحديا وجوديا لاسرائيل ينذر بمزيد من التفكك انطلاقا من هنا مشاهدين اي عام ينتظر فلسطين واي واقع يعيشه المحتل هذه لا سيلة وغيرها سنترحها على ضيوفنا في حلقة اليوم من الفان واثنان وعشرون رؤية استشرافية الخبير بالشؤون الاسرائيلية محمد هلسة استاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكينز ادوارد جوزيف والاكاديمي ومساعد وزير الخارجية المصرية الاسبق عبدالله الاشعل اهلا بكم جميعا ضيوفنا اذا مشاهدين هو اتلاف يميني مبني على اتفاقيات تصعيد مع الفلسطينيين قتل واعتداءات وانتهاكات اقتحامات واستفزازات ومخططات اشبه باعلان حرب تهجير اي حصيلة لعام وصف بالاكثر دموية منذ الفين وخمسة اشتركوا في القناة استاذ محمد هلسة سأبدأ من حيث انتهى هذا الفيديو نتحدث عن اربعة عشر الف عمل مقاوم للمقاومة الفلسطينية في العام الفين واثنين وعشرين هل يمكن القول انه عام الفين واثنين وعشرين كان عام تأسيس لمرحلة جديدة في ربما تاريخ المقاومة الفلسطينية قد تتجلى اكثر في هذا العام عام الفين وثلاثة وعشرين تحياتي لك اخي عبد الرحمن ورضيوفك الكرام والسادة المشاهدين هو ليس تأسيس لمرحلة جديدة بقدر ما هو استمرار لمراحل مختلفة من نضال هذا الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن حريته وانعتاقه هذا الكم من البيانات والمعلومات التي تفضل تقريركم بالاشارة اليها هو دليل على ان هذا الشعب كلما تمترس الاحتلال الاسرائيلي بيمينيته بعدته وعتاده بدعم واسناد دولي بتعطيه مع منظومة المجتمع الدولي فوق القانون باعتبار نفسه فوق القانون كلما اعتقد بأن مجموعة من العلاقات والاتفاقيات سلسلة من علاقة التطبيع مع العالم العربي قد تمكينه وقد تحميه وقد تسمح له بأن يقصي كينونة هذا الشعب وأن يهيه يثبت الشعب الفلسطيني من خلال حجم هذا البذل والتضحيات التي يبذلها من خلال هذه المظاهر التي ترونها من العطاء هذه المظاهر المسلحة أو الفعل الشعبي أو الفعل المؤسسي في كل المستويات يثبت أنه شعب غير قابل على الانكسار عصي على الانكسار وبأن روح المقاومة لدى هذا الشعب كلما زادت التحدي في الجانب الإسرائيلي كلما رفع الإسرائيلي من حدة تعطيه وقمعه وإذائه لهذا الشعب لا ينكسر هذا الشعب هذا الشعب يزيد من منسوب مقاومته وتعطيه مع التحديات بروح الإصرار والتحدي والعزم على أن يستمر في نايل حرية نعم وحدة واحدة شعبنا الفلسطيني مع جماهيرنا العربية والإسلامية الحية النابضة التي لم يتمكن هذا الاحتلال من كي وعيها وإقناعها بأنه جسم طبيعي في كينونة هذه الأمة وأستاذ هل هذه نقاط سنفصل فيها أنا أريد أن أفصل بعدة نقاط في هذه الحلقة إن كان على مستوى موضوع التطبيع إن كان على مستوى الوعي الموجود اليوم عند هذه الأمة خاصة تجلى في مونديال قطر 2022 وكان المشهد كبير جدا سنتحدث بالتفصيل أيضا عن المجموعات التي تخوض العمل المقاوم في الأراضي المحتلة لأنه هذا هام واستراتيجي يؤسس أيضا للعام المقبل ولكن اسمح لي هنا أن نشرك معنا الآن الأستاذ إدوارد أستاذ إدوارد أهلا بك معنا من جديد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قام بزيارة للأراضي المحتلة والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هنا نسأل وكان الرد سلبي بالمناسبة من السلطة الفلسطينية في مقابل ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الفلسطيني اليوم في ظل استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية صامت واشنطن لم تتحدث عن هذه الجرائم تزداد المستوطنات في الأراضي المحتلة الولايات المتحدة تتحدث عن حل الدولتين في المقابل هي تقف دائما إلى جانب إسرائيل بشكل مطلق وحتى تغطيها على المستوى السياسي والدولي وتبدو كأنها عاجزة أمام حكومة نتنياه كيف يمكن وصف الموقف الأمريكي اليوم؟ بداية ينسورني أن أكون معكم ومع الضيفين الكريمين ومع المشاهدين بالنسبة للموقف الأمريكي ربما أوصفه بصيغة مختلفة فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة مهتمة بشكل جديد بالتقدم في مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهذا ينسحب علينا جميعا بمن فيهم نحن هنا الحاضرون في هذا البرنامج كل من يهتم بحياتي الفلسطيني والإسرائيلي لأن حياة الإنسان مقدسة بكل حال من الأحوال ونعرف أن اليهود والفلسطينيين لا يستحقون الموت بكل بساطة أقله في عمليات عنف فقط للتوضيح أستاذ إدوارد أن المشكلة ليست مع اليهود في فلسطين المحتلة ولا في أي مكان في العالم نحن نحترم جميع الديانات الفلسطينيون يحترمون جميع الأديان المشكلة في الصهيونية ودعم الصهيونية والتي احتلت فلسطين عام 1948 هنا تكمن المشكلة وليس في اليهود الأصليين الذين لهم وجود في فلسطين المحتلة التاريخية هنا المشكلة نعم بالطبع هم موجودون في هذه المنطقة ويسرني أنكم ذكرتم الأمر بالنسبة إلى اليهود تحدثتم عن محمود عباس لكن لا بد ونتحدث عن شخصيات نافذة أخرى منسبة إلى مشروعية الدولة الإسرائيلية في الحكومة السابقة في ظل بنت ولابيد كنا نتعامل مع منصور عباس الذي انضم إلى الحكومة وبالتالي شهدنا على مشاركة فلسطيني حزب عربي في الحكومة الإسرائيلية على أساس المساواة وتعرفون أن ذلك يحدث داخل إسرائيل لا تحدث عن الضفة الغربية أو عن غزة بل عن إسرائيل حيث العرب يبدو أنهم يتمتعون بحقوق سياسية أكثر من أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط وهنا المفارقة الكبرى لكن بالطبع بالطبع هو وضع معقد وصعب لابد أن نقرر بذلك في المقام الأولى نقرر بهذا التعقيد في هذا الملف كل حياة فلسطينية تزهق في عملية مواجهة مع إسرائيليين هي مأساة وكل حياة إسرائيلية تزهق كذلك في مواجهة مع فلسطينيين هي مأساة كذلك إن لم ننطلق في أي نقاش من هذا المكان لن نتقدم لابد أن نؤكد على أن حياة الإنسان متكافئة بغض النظر عن جنسياته وإلا لن نتمكن من التقدم ولكن أيضا يجب أن يكون النقاش مصوب أستاذ إدوارد لأن إسرائيل هي من ترتكب المجازر هي من تقوم بالحروب على الفلسطينيين هي من احتلت أرض فلسطين التاريخية تم الإتيان بهم من كل أنحاء الأرض واحتلوا هذه الأرض عام 1948 وارتكبت المجازر ليس فقط في فلسطين على امتداد العالم العربي أذكرك الآن بمصر بلبنان بسوريا بكل الدول العربية كان هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة هذا هو أساس المشكلة هذا هنا أساس الصراع لم يعتدي أحد على اليهود في أي مكان في الأرض هم من أتوا في الأساس عام 1948 احتلوا هذه الأرض وجرت كل هذه التطورات خلال كل هذه السنين أستاذ محمد هلسة أريد أن أفهم اليوم أكثر الدور الأمريكي على مستوى هذا الصراع أين هي عفوا فضل فضل أهلي أن أرود عذرا على المقاطع أنا أحترمكم كثيرا وأحترم ضيفكم الكريم وأنا هنا لأستمع عليكم ولأتعلم منكم لكن هل تعتقدون فعلا أنه يجدر بكم أن تتحدثوا مثلا أمام مشاهديكم عن المذابح الإسرائيلية في سيريا في حين أن بشار الأسد قد قتل مئات الألاف فربما ما يصل إلى نصف مليون سوري لم يقتل هذا العديد من الفلسطينيين في خمسين عاما وعدد الذين قتل هو ربما عشرين ألفا أو أكثر من ذلك بقليل لو كنت أتحدث عن سوريا كنت تحدثت أنا وأنت مفصلا عن سوريا اليوم في هذه الحلقة ولك الحرية في أن تقول ما شئت ولذلك أنت معنا اليوم في هذه الحلقة أستاذ إدوارد يبدو أن الصوت غير واضح مشاهدين مع أستاذ إدوارد أعودي إليك أستاذ هلسة لأسألك عن الموقف الأمريكي في هذه الأيام لأنه كان هناك زيارة لأنتوني بلينكين الواضح أن العلاقات غير سوية مع السلطة الفلسطينية خاصة هذه الأيام أي دور تحاول أن تؤديه الولايات المتحدة الأمريكية وماذا سيكون هذا الدور إذا أردنا أن نستشرف للعام الجديد أو هذا العام الحالي الذي نحن فيه الدور الأمريكي ليس جديدا علينا الدور الأمريكي هو دور الراعي والحاضن والمحتضن لإسرائيل الذي يوفر لها الغطاء والمضلة الراعية في المحافل الدولية التي تغطي على جرائم هذا الاحتلال الإسرائيلي والتي تمدها بأسباب ومكامل القوة لولا هذه المنظومة الاستعمارية الكبيرة التي منذ نشأة هذا الكيان ترعى هذا الكيان وتوفر له أسباب القوة وتعمل على ضمان تفوقه تفوقه النوع الاستراتيجي الاستخباري في كل المجالات لما استمرت إسرائيل في الوجود هذا أمر مفهوم بات مفهوما للجميع وها هي الولايات المتحدة نراها يعني يهرول تهرول قياداتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة حينما تشتعل المنطقة وحينما تشعر أن إسرائيل في ضائقة هذا الحجيج الذي رأيته خلال هذه الأيام الفائتة لرئيس الاستخبارات وكانت الاستخبارات الأمريكية والمستشار الأمن القومي الأمريكي واختتم ببلينكين زيارة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كل هذه المساعي تأتي في سياق حالة ملتهبة في الداخل الفلسطيني الأمور تفقد فيها السلطة السيطرة وحالة الفلسطينية تتجاوزها يأخذ الشباب الفلسطيني على عتقه استرداد الكرامة الوطنية الفلسطينية ومواجهة بطش الاحتلال إسرائيل تجد نفسها أيضا عاجزة وتجرها مزيد من استخدام القوة والبطش تجاه الفلسطيني إلى ردات فعل فلسطينية تعتقد بأنها قادرة على كسر الفلسطيني من خلال منطق الكوة فتشتعل الصحات والجبهات تريد أن تفعل في الضفة ما تشاء بعيد بمعزل عن القدس ومعزل عن غزة ومعزل عن بقية المناطق فيلتحم الداخل الفلسطيني يلتحم الكل الفلسطيني معا في مواجهة هذه المنظومة الاستعمالية فتهرّل أمريكا ويهرّل الغرب لمنع انفجار المشهد لأن هناك ترتيبات فقد يشوش هذا الأمر على إسرائيل وعلى مسعيها في هذا الجانب أيضا قضية الحرب التي تجري على مستوى العالم بين أوكرانيا وبين روسيا هذه كلها لا تريد الولايات المتحدة أن ترى جبهات تشتعل الآن في الداخل الفلسطيني سواء مع المقاومة في غزة في الضفة الفلسطينية أو حتى مع محور المقاولة كاملا فنرىها تأتي لمحاولة لملمة وترتيب هذه الأجواء التعاطي مع السلطة وتعاطي كما تراه إسرائيل تريده أمريكا أيضا هي تتماشى مع الرغبات الإسرائيلية وكيل أمني ولذلك رأينا في زيارة بلينكين أنه لم يطرح فوق سياسي الذي يطرح على السلطة الفلسطينية هو أن تشكل قوة أمنية قادرة على التعامل مع الحالة الفلسطينية الموجودة مع المقاومة الفلسطينية الموجودة في جينين وفي نابلس هذا ألوان النظرة إلى الفلسطيني بمنطق الأمني فقط التعاطي مع الحاجات الفلسطينية مع الرغبة الفلسطينية بالانعتاق من الاحتلال من الزاوية الأمنية هذا يقود المشهد إلى مزيد من التصعيد لأن الفلسطينيين يسعون إلى الانعتاق من الاحتلال والتعاطي معهم بهذه المسألة هو مجرد تعاطي أمني سيصاعد المشهد بدل أن يحاول الخروج برؤية تمنح هذا الشعب حقه بعد سنوات طويلة من النضال ضد هذا الاحتلال والاستعمار على الرغم من هذا المشهد الفلسطيني الكبير دكتور عبدالله الأشعال أنت بتجاهز معنا الآن أهلا بك من جديد وبالرغم من الدموية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني نلاحظ أن هناك استمرار للتطبيع من قبل بعض الدول العربية آخر الزيارات كانت لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى السودان ما سبب هذا الاستمرار العربي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية في ظل تصاعد المقاومة الفلسطينية لماذا يتستمر بعض الدول العربية بالتطبيع برأيك؟ إسرائيل خططت مع واشنطن لحاجة أكبر السيطرة على الداخل وقمع الداخل تمهيدا لإعلان إسرائيل هي سئدة المنطقة وبالتالي تنهي العروبة وتتكون منظمة الشرق الأوسط الجديد وفي هذه الحالة يعني مش هايزين ننبص لتفاصيل ما يجري على الأرض لكن الحقيقة المقامة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني يجنب المنطقة خطر أن تكون إسرائيل مركز التفاعلات وأن تكون سيدة المنطقة وهذا حدث بطموح إسرائيل منذ أن تخلت مصر عن دورها في العالم العربي منذ عام 79 سنكمل هذا النقاش معكم ضيوفنا ولكن قبل ذلك مشاهدين ننتقل لن إلى المحور الثاني لأن هناك تطورات كبرى طبعة الأشهر السابقة وخلالها تكرست صورة مقاومة قوية متماسكة صلبة في كل الساحات إلى وحدة كل الريات والتآم كل الجبهات دعا قائد كتائب القسام محمد الضيف نهاية العام الماضي هي دعوة لتوظيف الساحات بطريقة تكاملية بعد معادلات جديدة فرضتها المقاومة ترسخت بقوة خلال معركة سيف القدس عام 2021 التي أوقفت إسرائيل عن تنظيم مسيرة الأعلام في باحات المسجد الأقصى جاءت بعدها معركة وحدة الساحات في آب أغسطس الماضي على جبهة غزة معركة خاضتها حركة الجهاد الإسلامي لتثبت مرة أخرى القدرة على إحباط مشروع فصل الساحات في الضفة مقاومة مسلحة تشكلت مجموعاتها في الميدان ينتمي أفرادها إلى خلفيات فصائلية مختلفة من فتح حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها كتيبة جنين عرين الأسود وكتيبة بلاطة وغيرها أسماء ترددت في أعمال المقاومة والتصدي ظهور المجموعات وتوسع نشاطها يعدان من أهم تطورات العام المنصر روح المقاومة في الأمة تتجدد هذا ما قاله من دمشق نائب قائد حركة حماس في غزة خليل الحية دقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد وصفته الحركة بأنه رد على مشاريع الاحتلال هو الأول منذ عقد أعقب إعلان الحركة استئناف علاقاتها بسوريا مشهد لم يعجب الراعي الأمريكي للاحتلال فسارعت الخارجية إلى شن هجوم خطابي ضده وصفة استقبال الرئيس الأسد لوفد حماس بأنه يقود الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها أمام مشهد تماسك محور المقاومة وصلابته مشهد شعبي من الالتفاف حول فلسطين وشعبها قضية حاضرة في الأحداث الدولية الكبرى جماهيره ترفض الطعاط مع الإعلام الإسرائيلي لا بل ترفض حتى الاعتراف بإسرائيل كان مشهد كبير دكتور عبدالله الأشعل عندما رفضت الجماهير العربية في مونديال قطر حتى الحديث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وكان الموقف واضح آنذاك هذه اللحظة كانت لحظة فاصلة كان هناك وعي شعبي عربي كان له إنعكاس كبير لما يدور في أذهان العرب ولكن السؤال الأهم كيف يمكن استثمار تلك اللحظة لاستثمارها مستقبلا خاصة في العام المقبل التطبيع على أساة الحكومات ولكن الشعوب تأبى التطبيع وتتمسك بعروبتها وهذا دليل عن فصال بين النظم العربية وبين الشعوب العربية ولذلك فدلالة المقاومة وصمودها ووحدتها ووحدة الساحات كلها بقية فقط أن تنضم السلطة الفلسطينية مادامة فتح ممثلة في المقاومة السلطة الفلسطينية في الواقع يجب أن لا نيأس من إدماجها في عملية المقاومة على الأقل من ناحية النظرية والتغطية الدبلوماسية وليجب أن لا نخجل مطلقا بل نعتز بأن المقاومة الفلسطينية مقاومة مشروعة وأنا حكت بمقال عن موقع المقاومة من اتفاقية السلام هل الدول التي أبرم اتفاقات مع السلطينيين يمتنع عليها بحكم المعاهدة ألا تؤيد المقاومة أولا لا أنا في رأيي أنها المقاومة حقه المشروعة وبالتالي فيجب على الدول العربية جميعا وبعدين الاختراق الإسرائيلي الأمريكي للصفوف العربية بيعزل الحكام العرب عن شعوبها وده خطر خطر جدا لأنه في لحظة معينة ستجد الشعوب العربية أنها سوء إدارة وأيضا عمالة وأيضا تضحية بالعوبة ففي هذه اللحظة ستنفجر المنطقة العربية في وجه الحكام العربية لم يتداركوا الموقف ويعودوا لصفوف الشعوب العربية وفلسطين هي فلسطين ليست مواردة هذا ممكن يعني بعد المشهد الكبير الذي رأيناه في قطر وأنا قلت لك قبل قليل وكانت لحظة تاريخية لأنه كان الجميع موجود هناك وكان الموقف واضح هل يمكن أن تعيد هذه الأنظمة حساباتها برأيك ممكن مع بعض الضغوط وبعض المحاولات يعني أنا عندي كتاب حيصدر إن شاء الله لأسبوع اللي جاي عن نحو مصالحة تاريخية بين الحاكم والمحكوم في المنطقة العربية إحنا ده يجب أن نفقد الأمل في أن الحكام العرب جزء من الشعوب العربية وأن الحكام إن كانوا قد فصلوا النظم والكراسي عن مصالح الأوطان فيجب أن نردهم إلى الصواع وأن نردهم للصواب عن طريق الإقناع وليس عن طريق الثورات في وجههم الثورات في الواقع تؤدي إلى انضمام انضمام الحكام في أحضان الخارج حماية اللوم وحماية النظوم عشان كده إحنا أنا شخصيا منهجي هو ربما متأثر بالترمية الدبلوماسية اللي أنا عدتها في وزارة الخارجية 40 سنة فأنا لا أفقد الأمل مطلقا في الحكام العرب والأسف الشديد النخب العربية فشلت فشلت زريعا إما انضمت إلى امتيازات السلطة وإما ماتت وإما سجنت لكن نحن بحاجة إلى نخب جديدة تدرك أساسيات الموقف العرب هذه أمة خالدة ملا بد على كل حال أيضا من التطورات البارزة كانت في العام الماضي وربما تؤسس لعلاقة أيضا مستمرة ما بين حركة حماس وسوريا كان اللقاء الذي جمع وفد حماس بالرئيس سوري بشار الأسد أستاذ إدوارد كان لافت أنه الولايات المتحدة الأمريكية كان لها تصريح واضح أنها ترفض مثل هكذا لقاء وعبرت عن انزعاجها من هذا اللقاء هل يمكن أن يؤدي ذلك أو نفهم أنه ممكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد من الضغوط على سوريا في حال استمرت هذه العلاقة لبل تنامت أكثر ما بين سوريا من جهة وحماس من جهة أخرى أعتقد أنه لابد أن نستمد الدروس الأساسية أنتم في لبنان وتعرفون أن التهديد الأساسية تأتي من سوريا وإيران وتعرفون أن رئيس الوزراء اللبناني السابق رفق الحريري قد قتل على يد عملاء ووكال تعرفون بهم جيدا وتعرفون ما هو التهديد الذي هدد الشعوب العربية ليس إسرائيل بل هو إيران لابد أن نكون واضحين في هذا أشاد إيران قد دعمت الأسد وقد قتل أكثر من 400 ألف عربي بما في ذلك الفلسطينيون في سوريا لذا لابد أن نكون واضحين حيال هذا الأمر وأن نضع هذا النزاع في نصابه الحقيقي بالإشارة إلى إسرائيل وأن لا نسمح فقط عن الأنظمة العربية إلى آخر السودان هو البلد المقبل الذي سيطبع علاقاته مع إسرائيل السودان المغرب البحرين الإمارات العربية المتحدة أنا هنا أتواجه مباشرة إلى المشاهدين إن كان يهمكم أمر فلسطين لا بد وأن تتوقفوا عن الإسغائي لبروباقاندا كتلك التي يتم تسويق لها بشأن إسرائيل إسرائيل تقترف الأخطاء نعم المستوطنات خاطئة نعم لكنها دولة مشروعة وقد أثبت العرب ذلك أكرر أثبت العرب هذه المشروعية من خلال منصور عباس ومن خلال حزب منصور الإسلامي الذي انضم إلى حكومة لابيد فمن يعرف أكثر عن إسرائيل من العرب الذين يعيشون في إسرائيل ومن يحق له أن يقول أن إسرائيل غير مشروعة في حين أن العرب بحدثتهم قد شاركوا في العملية السياسية الداخلية وقد شاركوا في الحكومة الإسرائيلية هي إذن حملة ترويجية بروباقاندا خاطئة تتحدث عن أن إسرائيل غير مشروعة وهذا في الواقع ما يرتد سلبا على الشعب الفلسطيني إن كنتم تهتمون لأمر الشعب الفلسطيني لابد أن تبدأوا من هذا المنطلق الأساس الإسرائيليون واليهود يتمتعون معهم بعلقة وثيقة بهذه الأرض وهذه الطربة هم بشر هم سواسية ولا يستحق أحد أن يقتل عندما يخرج مثلا من كنيس في القدس أو عندما يتعرض كما حصل منذ أسبوع لضرب مبرح من دون أي سبب في الضفة الغربية على يد الإسرائيليين هذه أفعال مرفوضة ننطلق من هذه الأرضية المتكافئة الإسرائيليون واليهود والفلسطينيون يتمتعون شميعا بحقوق مشروع وارتباط لصيق بهذه الأرض ولابد أن نشد سبيلا ليتعايش الشعبان معا فإن وصلنا هذه البروبايداندا إن وضبنا على هذه الحملة الترويجية ونقول أن إسرائيل وحدها هي الشريرة والسيئة ولا نتحدث عن بشار الأسد وذبحه للعرب والفلسطينيين ولا ننبس ببنت شفع عن إيران ولا نتحدث عن الإرهابيين الفلسطينيين الذين يقتلون الشيوخ والكبار من النساء والرجال على الأرض في القدس إن وضبنا على هذا النحو الخاسر هو الفلسطيني في نهاية المطاف وسيبقى الفلسطيني في مواجهات برامج تلفزيونية من هذا النوع حيث يتم الترويج لبروباقاندا وحدها تركتك تجاوب حتى النهاية ولكن فقط سأذكرك أن هناك عشرات المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق كل العرب يعني الآن ربما أنا لست في وارد أن أرد سأترك ابن فلسطين الأستاذ محمد هلسة أن يرد على ما تفضلت به بالكامل اسمح لي أستاذ دودان استمعت لك حتى النهاية ابن فلسطين الأستاذ محمد هلسة وفي القدس المحتلة سأترك له الرد خاصة أنه ذكرت حضرتك مجموعة من النقاط تريد أن تستبدل عدو الأمة العربية لأن العرب إذا لم تكن تعلم هم يعتبرون أن إسرائيل هي عدو تريد أن تستبدله وتجعل من إيران عدوا وتتحدث عن سوريا وكأن سوريا أيضا هي عدو مع الإشارة بأن سوريا كان هناك أمريكي السابق قال أن هيلاري كلينتون وباراك أوباما هما من اخترعا داعش وهما من أسسا داعش سيد محمد هلسة سأترك لك الرد تفضل يبدو أن ضيفك الكريم هو الذي يتأثر ببروغاندا الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي أحادي الرؤية الذي يصيبه عم ألوان أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الشعوب العربية كاملة ذكر على سبيل المثال بأننا كفلسطيون الأخبر والأدرى بإسرائيل نعم نحن الأخبر والأدرى بإسرائيل فجماعة عباس منصور الذين شاركوا في الحكومة الإسرائيلية كانوا بالمناسبة هم سبب انهيار هذه الحكومة هذا المجتمع الإسرائيلي الذي يتحدث عنها الديمقراطي بين هلالين هو الذي لم يتحمل وجود حزب عربي داخل الحكومة الإسرائيلية وكانت استطاعة الرأي تشير بأن أكثر من 95% من الإسرائيليين غير راضين عن مشاركة حزب عباس منصور العربي داخل الحكومة والذي لم يتحمل وجود حزب عربي لودة عام بالمناسبة هم إسرائيل تحاولوا بشكل مستميط أن تقصي هذه الجماعات الفلسطينية أهلنا في فلسطين في الداخل عن امتدادهم العربي عن هويتهم الوطنية ولا تريدهم أن يتواصلوا معها بالمناسبة يطرح الآن مشروع في داخل إسرائيل يمنع الفلسطينيين عرب الداخل الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية من جهة تحاربهم وتمنع امتدادهم التاريخي ومن جهة أخرى لا تريدهم حتى جزء من الكينونة بين قسين اليهودية في داخل إسرائيل يتحدث عن المجازر شيرين أبو عقلي تحمل الجنسية الأمريكية قتلت بشكل واضح وباعتراف مستويات أمنية في داخل إسرائيل وسياسية قتلت بنيران إسرائيلية وهي صحفية كانت تغطي الأحداث عشرات الفلسطيني من الأطفال والنساء قتلوا بنيران إسرائيلية ومع ذلك وجزء منهم كان يحمل الجنسية الأمريكية ولم نرى الولايات المتحدة تقول هذا عمل إرهابي بل عكس الولايات المتحدة تغطي دائما على الأفعال الإسرائيلية خذ على سبيل المثال خيري على القم الذي نفذ عملية القدس قبل أيام وقيل أنها أمام كنيس أو في كنيس ليست في كنيس هذا جزء من البروغاندا الإسرائيلي ومن الدعاية الأمريكية الإسرائيلية التي تحاول تجريم العمل الوطني الفلسطيني كما تدعون بأن إسرائيل لها الحق في الكينون والجود نحن كشعب فلسطيني لها الحق في الوجود ولمقاومة هذا الاحتلال خيري علقا وباعتراف والدة أحد الأطفال أحد الأطفال الإسرائيليين قال لطفلة إسرائيلية مرت من أمامه اذهبي فأنا لا أقتل الأطفال والدة هذه الطفلة اعترفت على هذا الأمر بينما إسرائيل في كل يوم يقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين يقتل الفلسطينيين بيد إسرائيلية وبسلاح أمريكي وبغطاء أمريكي فلماذا لا تقف الولايات المتحدة أمام هذه الأفعال وتقول لإسرائيل التي تمنحها الغطاء الدولي في المحافل الدولية المختلفة تقول لإسرائيل كفى الذي يترك إسرائيل تتجرأ على الدم الفلسطيني والعربي هو الموقف الأمريكي الذي يغطي دائما على الأفعال الأمريكي وبالمناسبة في الحديث عن سوريا لا بد من التعريج على هذا الأمر الذي جلب عشرات الإرهابيين إلى الداخل السوري لقتل السوريين ليست سوريا ليس النظام السوري سوريا لأنها وقفت متمنعة أمام الرغرات الإسرائيلية ولم ترتضي أن تكون مع القطيع الذي يذهب إلى السلام الآن أريد لها أن تذبح أريد لشعبها ولم يذبح بأيدي النظام السوري ذبح بأيدي الأمريكان وبأيدي الجماعات الرهبية التي تدعاهم الولايات المتحدة والتي تأخذهم الآن للحرب إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا هذه هي طبيعة أمريكية تتعامل مع الشعوب العربية كأنها قطعان وتستغملها وتستثمرها لمصلحتها ولمصلحة إسرائيل للأسف على كل حال سنكمل هذا النقاش مشاهدين مع ضيوفنا الأستاذ إدوارد جوزيف الدكتور عبدالله الأشعر ومحمد هلسة ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء أزمة سياسية وانتكاسات اقتصادية ومخاوف أمنية تحديات بالجملة تواجهها الحكومة الإسرائيلية وليست محصورة بالداخل بجهد مربك يحاول بنيامين نتنياهو طمأنة حلفائه الدوليين إلى أنه يمسك فعليا بزمام الأمر فهل يحقق ولو جزءا من هدفه وهل ينتهج سياسة تصدير الأزمات البداية بصورة نتنياهو في الإعلام الغربي بعد أسابيع فقط من ولايته ائتلاف نتنياهو اليمني المتطرف بدأ بالفعل ينحرف عن مساره وفق الواشنطن بوست الصحيفة تنقل عن القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بينكاس أن مبادرات نتنياهو تتناقض بشكل حاد مع أسلوبه المحسوب وهو دليل على أنه فقد السيطرة وإذا فشلت حكومته فمن المحتمل أن يكون مصيره السجن محاكمته منحت نفوذا هائلا لشركائه المتطرفين هؤلاء وعدوا بالمساعدة في إنقاذه منها مقابل أن يمنحهم كل الحرية في متابعة أجندتهم الخاصة في الواقع فإن نتنياهو عاد إلى الحكم بمهمة وفق الفورين أفيرز وهي جعل إسرائيل استبدادية عنصرية بشكل علني ثلاثة سياسيين يقودون التعصب الأيديولوجي للإتلاف الأول إتمار بن كفير لديه سجل طويل من الاعتقالات والإدانات لارتكاب جرائم مثل دعم الإرهاب والتحريض على العنصرية الثاني بتسلائيل سموتريتش زعيم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية جرى اعتقاله بعد العثور على مئتي جل من الوقود لديه اشتبهت السلطات أنه كان يخطط لوقف إخلاء مستوطنات غزة الثالث آفي معوز يقود حزبا متطرفا يريد تطهير نظام التعليم في إسرائيل والخدمة المدنية ووسائل الإعلام من الليبراليين والنسويات وفق المجلة إدراكا من هؤلاء لسجل نتنياهو الحافل بالوعود الكاذبة فقد طالبوا بسلطات دستورية جديدة وحصلوا عليها قبل الموافقة على تعيينه رئيسا للوزراء نتنياهو هو ألد أعداء إسرائيل ويهدد الدعم الغربي لها وفق الجارديون البريطانية الصحيفة توقفت عند شخص بيتسلائيل سموتريتش الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل أما إتمار بن كفير فبدأ فترة توليه الوزارة بإصدار أمر بقمع الاحتجاجات الإسرائيلية المناهضة للحكومة وحضر الأعلام الفلسطينية والقيام بزيارة استفزازية متعمدة إلى أكثر المواقع المقدسة حساسية في القدس وبالنسبة إلى الملف الإيراني عاجلا أو آجلا سيهدد نتنياهو مرة أخرى بمهاجمة المنشآت النووية بحسب الصحيفة المواجهة مع إيران ستجتذب حتما أوروبا والولايات المتحدة التي على الرغم من موقفهما من الحكم في إيران لا يزال هذا مخالفا لمصالحهما وبالمثل فأن انفجارا شبيها بالانتفاضة في الضفة الغربية سينظر إليه من قبل الغرب على أنه كارثة ومع ذلك هناك مؤشرات على اقتراب حدوث انفجار كهذا هنا أعود إلى ضيوفنا أستاذ إدوارد أبدأ معك واشنطن بوست هذه الصحيفة الأمريكية اعتبرت أن اتلاف بن يمين نتنياهو ينحرف على مساره واستمعت قبل قليل إلى ماذا تقول الصحف الغربية عن هذا الاتلاف لماذا تتحدث الواشنطن بوست وهذه المواقف الأمريكية عن انحراف بهذا المسار وأي مسار تتحدث عنه سؤال ممتاز ولابد أن نتحدث عن هذا الأمر لأنه يشكل شذوثا وابتعادا عن مسار ديمقراطي سابق وعن المسار الديمقراطي الإسرائيلي لكن بداية أسمح لي فقط أن أشير إلى ما يلف الأبد وأن أكون واضحا حيال الضيفين الكرام وحيال المشاهدين أي حياة فلسطينية تزهق بما في ذلك حياة المقاتل الفلسطيني الذي يريد أن يقتل الإسرائيليين كل حياة تزهق هي مأساة هذا ما أؤكد عليه وليست كل هذه العمليات جرائم لكنها كلها مأساة وسنشهد على مأساة إضافية في حال وصلنا الإسرائيليين إلى البروباغاندا كتلك التي سمعناها في هذا البرنامج اليوم سنشهد فقط على مزيد من المعاناة بنسبة الفلسطينيين ومزيد من الضحايا المنفذ والمخرج الوحيد هو أن ننظر إلى هذا النزاع المطول بعين من الإنصاف والدقة وأن نتذكر الأمور كوقع مثل أن الرئيس محمود عباس قد رفض عرض سلام مشروع كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئيس الوزراء هو دولمارت السابق عام 2008 كان سيواطي الفلسطينيين 94% من الضفة الغربية وهذا معرف بخطة أولمارت وكل المشاهدين يمكنهم أن يتحققوا من هذه الوقاعة وأن يتأكدوا منها نظرا لديق الوقت أتمنى فقط أن تجيبني عن سؤالي لم يعد هناك وقت أتمنى أن تجيبني عن سؤالي لو سمحت بالطبع سأرد على السؤال الآن ولكن شكرا أنك أعطيتني هذه الفصحة ليعبر عن هذه النقطة لأنت محق من خلال إشارة إلى هذه التغطية في الواشتون بوست لأن بنيميزة من أنتانياه لأسبابي الخاصة كما يبدو يحاول أن يتفلت من العدالة وهو ربما يأخذ الديمقراطية الإسرائيلية في اتجاه خطير فقد تقدم بمشروع قرار يسمح مثلا للكنسة بأن يتخطى قرارات المحكمة العليا وهذا أمر خطير جدا في أي ديمقراطية فالديمقراطية تعتمد في الواقع على القضاء المستقل الذي يفترض به أن يشرف على الجسم التشريعي وأن يتحقق من أفعاله فهذا شهري في كل حكم ديمقراطي وإن قمنا بالانتقال إلى مركزية السلطة في جسم واحد نبتعد عن الديمقراطية وهذا توجه خطر ونرى مثلا في العالم العربي ما الذي يحدث عندما تكون القوة والسلطة متركزة في يد شخص واحد كبشر الأسد الذي ذبح وقتل ألاف من العرب بالتالي هو توجه خطر جدا أن تبتعد إسرائيل عن هذا المسار الديمقراطي وهذا يفسر المضارات التي تحصل وهذا أمر جيد حتى أن عضاء عرب في الكنيست قد عبروا عن الانشغلات نفسها وهم يعترضون على هذا الجنوح وهذا أمر مفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية وأمل أن نشهد على قدر كافي من الضغوط على نتنياهو كي يعدل عن هذا السلوك وأمل أن تنجح أمريكا كذلك في أن تمنعها من بناء مزيد من المستوطنات بما يتنافى وخطة السلام ويعوق هذا السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين أتمنى أن تكون الإجابات المتبقية في هذه الحلقة مختصرة الأساتذة الأعزاء نظرا لضيق الوقت أستاذ عبدالله الأشعى تقول أنه بالنسبة للملف الإيراني عاجلا أم آجلا سيهدد نتنياهو مرة أخرى بمهاجمة المنشآت النووية سؤال هل يمكن أن يكون هذا العام هروب نتنياهو من أزمته الداخلية في ظل انقسام السياسي الكبير في ظل التظاهرات الكبيرة في ظل تصاعد المقاومة وأن يقدم على مثل هكذا خطوة برأيك ده مستحيل مستحيل يقدم نتنياهو على ضرب إيراني لأنه يعلم جيدا أن الولايات المتحدة متحفزة على هذا الموضوع لإعتباراتنا عملية وبالتالي فإن قيامة إسرائيل تكون إن شاء الله عندما تهاجم إيران ولذلك أنا بقول للضيف الإسرائيلي يعني بصرف ضيفنا أمريكي عذرنا أستاذ عبدالله ضيفنا أستاذ أدوارد جوزيف هو أمريكي وليس إسرائيلي نحن لا بصد ضيف إسرائيلي بطبيعة الحال أقول للضيف الأمريكي الوقت حجم الكنين يا إما إسرائيل عايزة كل فلسطين وفي الحالة دي أغيى تسعى إلى هذا وطرد الفلسطين أرضهم وإبادتهم وإما ينفرد الفلسطينيون بأرضهم ففكر تحل الدولتين دي السياسات الأمريكية متنقضة جدا معهم يعني أنا أسمع تصريح لابلينكين مؤخرا في الشرق الأوسط بيقول أنه التصرفات الوحادية من طرف واحد يعني مش عايزي يقول التصرفات إسرائيل ومع العلم أن دي مطبوخ بينه أمريكا وإسرائيل إسرائيل أنا تفاوضت مع الإسرائيليين عندما كنت في وزارة الخارجية وأعلم جيدا أنهم يريدون ضم كل فلسطين ولذلك أنا أدعو إلى وحدة الصفوف بين اليهود والعرب في فلسطين كلاهما غرر به العرب كانوا ضحية للمشروع الصيوني واليهود كانوا ضحية للمشروع الصيوني أيضا ولذلك فلازم أن نكون وضحية وأنا متحفظ عن موقف العربي من التسويق لأنه فكرة حل الدولتين يعني يقوضها السياسات الإسرائيلية وأيضا تشكيل حكومة الإسرائيل الأخيرة ويقول لدي عينين أن إسرائيل تريد أن تضم الضفة الغربية والمستوطنين في الضفة الغربية والولايات المتحدة تقول كلاما متناقضا السياسات الأمريكية كلها لا تتمتع بالنزقية ولذلك كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتوسط في سلام هي تدرك جيدا أنه سلام إسرائيلي باكس إسرائيليانا فلهذا السبب نحن نغلق الباب أمام المهاترات ونطرح لإسرائيل سؤالا محددا يعني لو كان الأمر بيدي لدعيت المؤتمر دولي توجد في إسرائيل ونسألها ما نوع السلام الذي تريدين في فلسطين طبعا فيه فرق بين السلام العادي فيس والباكس إسرائيليانا أو باكس رومانا أو الباكس أمريكان هناك فرق بالاثنين نعم نمر اثنين إذا كانت إسرائيل تريد كل فلسطين فأهلها أولى بفلسطين جميعا طيب أعظني على مقاطعتك أستاذ عبد الله لأنه ضاق الوقت كثيرا اقتربت هذه الحلقة من نهايتها لك أستاذ هل سب ونحن نتحدث أيضا عن هذه الحكومة الإسرائيلية كما تعلم كان هناك حديث في إسرائيل عن عقدة العقد الثامن إلى أي مدى هذه الحكومة بطريقة تصرفاتها بما يحصل في إسرائيل يمكن القول بأنها كرست ما كان يتم الحديث عنه مؤخرا في إسرائيل وهي عقدة العقد الثامن لنفهم المشهد أخي عبد الرحمن بعيدا عن التمنيات دعنا ننظر إلى المعطيات القائمة على الأرض أولا هذا رئيس الوزراء يلاحق بتهم فساد ومن المرجح في حال استمرت إجراءات محاكمته بعيدا عن محاولات التفاف عليها من خلال تطويع القضاء أن يذهب إلى السجن تزامن هذا الأمر مع وجود يميني تيارين في اليمين الإسرائيلي الديني والصهيوني في الحكم الآن هؤلاء ظلوا تاريخيا على هامش المجتمع الإسرائيلي العلماني المسيطر هذه الفرصة التاريخية التي تأتت لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي تعطيهما شهوة الانقلاب الكامل على الحالة الإسرائيلية على منطق التسويات الذي ظل يحكم علاقة الأحزاب الإسرائيلية المختلفة ويسمح بتعايشها معا هذا مجتمع عنصر استعلاء فيه طبقية واستعلاء تجاه بعضه يعني كل منهم ينظر نظرة استعلائية تجاه الآخر وكل منهما يرفض الآخر القراف الدينية الآن الموجودة في داخل هذه الحكومة لطالما اشتهت أن تصل إلى مرحلة تكون فيها قادرة على الحكم وتغيير الحالة في داخل المجتمع الإسرائيلي لمصلحتها لأنها ظلت تشعر بالتهميش على امتداد تاريخ وعمر هذه الدولة الآن هذان الطرفان نلاحظ بأنهم يتمسكان بموقفهما من قضية تطويع القضاء وكل الدعوات التي طرحت خاصة من رئيس الدولة هيرتسوك الذي دعا إلى حوار تلاقى بالرفض لأن المسألة فيها حياة هذه الأطراف نتنياهو رأسه على المحك وهذه الأحزاب تراها فرصة تاريخية لن تفعل ما يحلو لها هذا يدفع الحالة الإسرائيلية الداخلية إلى مزيد من التناقض الشواهد على هذا الأمر خاصة في مجال الاقتصاد مثلا حوالي أكثر من 300 أكاديمي بما فيهما محافظي بنك إسرائيل السابقين وجه رسالة إلى نتنياهو بأن الإجراءات التي يقوم بها ستضر بالاقتصاد تصنيف إسرائيل الاتماني الاستثمار جعل من إسرائيل بيئة غير مؤتمنة للاستثمار المحامين بالأمس أحد المحامين في اجتماع لنقابة المحامين الإسرائيلين قال إذا اضطرر أحد إلى نعيش في نظام ديكتاتوري أمانع في رفع السلاح في وجهه هذه التناقضات الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي هي التي تدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حالة من التفكك والتي ربما تدفع نتنياهو في مرحلة فاصلة إلى أن يهرب من استحقاقات الحالة الداخلية وتناقضاتها إلى تفجير المشهد ربما مع إيران مثلا أو مع المقاومة أو مع أي طرف من الأطراف ليهرب من استحقاقات الحالة الداخلية ومن عقدة العقد الثامنة التي تفضلت بالإشارة إليها والتي ينظر إليها الآن نظرة خطيرة جدا من قطاعات واسعة في داخل المجتمع الإسرائيلي والتي قد تطيح كتهديد حقيقي وجوده في المجتمع الإسرائيلي قد تطيح بكينونة المجتمع الإسرائيلي وتماسك إذن مشاهدين في الداخل المأزوم جيش مأزوم أيضا معطيات كشفها غالبا إعلام تل أبيب تظهر الصورة الحقيقية لجيش يراكم المشاكل الداخلية تحديات كثيرة يعيشها لجهة العديد وفي المزاعم الأخلاقية أربعة وأربعون قتيلا من الجيش الإسرائيلي سجلوا العام الماضي مقارنة بواحد وتلاتين في العام الذي سبقه اللافت أن من بين هؤلاء أربعة عشر جنديا قضوا انتحارا وفق ما أعلنه الجيش بنفسه أزمة تطيح حاق وتجنيد واحتياط يعاني منها هذا الجيش فقط ستة وأربعون في المئة يتجندون في صفوفه أقل من الثلث ينهون الخدمة الإلزامية الكاملة أما الاحتياط الناشط فلا تتعدى نسبته واحدا بفاصل خمسة في المئة من المجتمع الشعور بالأحباط مرتفع بين هؤلاء العناصر يصل إلى سبعين في المئة بشكل عام وفق أرقام معهد القدس للاستراتيجيا والأمن الإسرائيلي أكبر المصاعب التي يواجهها جنود الاحتياط عائلية بنسبة خمسة وخمسين في المئة ثم مالية بنسبة ثمانية وعشرين في المئة ونفسية بنسبة اثنين وعشرين في المئة وأخيرا بدنية بتسعة عشر في المئة والمشكلات الداخلية في الجيش الإسرائيلي ليس أقلها ارتفاع معدلات الاعتداءات الجنسية فمن اثنتين وعشرين حالة عام 2020 وصل إلى ست واربعين في العام التالي أي بأكثر من الضعف وهذا يمثل فقط الحالات المبلغ عنها إذن كثيرة هي الأسباب داخلية وخارجية التي تؤثر في ثقة الإسرائيليين بجيشهم ثقة تراجعت وفق المعهد الإسرائيلي لديموقراطية من تسعين إلى ثمانية وسبعين في المئة أستاذ هل سأضيفنا الأعزاء أريد تعليق سريع منكم أستاذ هل سأبدأ معك أي حالة يعيشها الجيش الإسرائيلي اليوم بدقيقة أو أقل الجيش الإسرائيلي ينظر إليه على أنه جيش الشعب رمزية هذا الجيش هي التي تشكل الحالة الجامعة لدى الغالبية الإسرائيلية طرح في إسرائيل تحويل هذا الجيش إلى جيش مهني بحيث أنه لا يكون التجنيد في داخل المجتمع الإسرائيلي تجنيد إلزامي المعضلة الحقيقية الآن التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي أن نصف الإسرائيليين لا يجندون بما فيهم هذا وزير الأمن القومي بينغوير لم يذهب وتملص من التجنيد وجزء كبير جدا من الإسرائيليين يتهربون من تجنيد اعتبارات مختلفة أهمها شعورهم بالخوف وبأن هذه المنظومة الأمنية لا توفر الأمن للإسرائيل وربما أنهم ذاهبون إلى حتفهم لاعتبارات أيضا أخرى ربما يضيق المجال لذكرها في هذه المحظة للأسف هناك ضيق في الوقت أستاذ إدوارد بأقل من دقيقة لو سمحت نلاحظ أن هناك مؤخرا تدريبات مكثفة أمريكية إسرائيلية نتحدث على المستوى العسكري ما الهدف منها خاصة في ظلم يقوله الإعلام الإسرائيلي عن أزمة يعيشها الجيش الإسرائيلي لا أظن شخصيا بوجود أزمة من هذا النوع وهذا في الواقع لا يشكل انشغال أساسي على المستوى المحلي الانشغال الأساسي هو أننا في حال كنا نهتم لأمر الشعب الفلسطيني وإن صح ذلك فلا بد أن ننظر بعين الواقع وأن نسائل إسرائيل عن أفعالها بالطبع ولكن كذلك أن نسائل الفلسطينيين عن أفعالهم أعرف أن الاختلافات كثيرة والخلل كبير لكن لا بد أن نضع البروباكندا جانبا وأن ننظر إلى الواقع على حقيقاته عندما نقتل سبعة أشخاص في القدس ونطلق النار على امرأة في الستين أو السبعين من عمرها هذا ليس ضربا من ضروب المقاومة وعندما نحتفي بالأمر لا نساهم في الارتقاء بالقضية الفلسطينية أريد أن أذكرك بنقطة لأنه في أكثر من مرة أنت لم تذكرها قامت إسرائيل بمجزرة في جنين وجاء الرد أيضا من الشاب الفلسطيني خيري على القام وهذا كما ذكر أستاذ هل سهو حق مشروع لأنه يدافع أيضا عن أرضه وهو مقاوم فلسطيني أستاذ عبدالله الأشعال أختم معك في جنين حصلت في الواقع معركة عسكرية ما حصل في جنين معركة عسكرية ليس أكثر وقد قتل فلسطيني واحد والرد كان أكبر بكثير قد تحدث أكثر في حلقة مقبلة عن هذا الموضوع أذرني على مقاطعتك أستاذ عبدالله الأشعال هل الخوف وفي ظل تراجع الجيش الإسرائيلي قد يدفع إسرائيل ربما لتعتبر أن التطبيع قد يحميها في المستقبل بدقيقة أو أقال أستاذ عبدالله هي تعتقد ذلك والنظم العربية التي تطبع مع إسرائيل تعتقد أن إسرائيل المدخل لأمريكا وأنا حضرت محاضرة لكوندوديزا رئيس في الجامعة الأمريكية سنة 2003 قالت صراحة أن من يحب أمريكا يحب إسرائيل أولا وبالتالي أصبحت إسرائيل تعطي التوصية للحول الميت الأبيض وانفتاح السحاد عشان كده إحنا مقبلين على حاجتين الحاجة الأولى أن إسرائيل تريد أن تكون المعلم من بتاع المنطقة وفي نفس الوقت تلغي العروبة وتلغي الوطن العربي وتلغي الجامعة العربية ويبقى فيه منظمة الشرق الأوسط الجديد التي تتصدرها إسرائيل الحاجة التانية نحن نؤكد على قيم العروبة ولا نيأس مطلقا في استجلاب الحكام العرب الذين يطبعوا مع إسرائيل لأنهم ليس موقفا أخلاقيا فقط وإنما هو موقف قانوني لأنه من حق الفلسطينيين أن يقاوموا ومن حق الفلسطينيين أن يتحرروا وبالتالي فإن التطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة يعتبر تكريسا وتشجيعا لإسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله الأشعر الأكاديمي ومساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز أستاذ إدوارد جوزيف كنت معنا من نيويورك وشكرا لك أيضا الخبير في شنون الإسرائيلية الأستاذ محمد هلسة كنت معنا من القدس المحتلة شكرا إداما لكم مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة